شوفوا أحبتني ممكن بس أشوفكم الرسالة اللي وصلتني هذا اليوم ممكن أشوفكم الرسالة لأنه مع الأسف كل يوم يطلع عنا موديل جديد كل يوم يطلع عنا موديل جديد شوفوا الموديل الجديد الآن اللي طالع واحذروا ما كل واحد طالع على اليوتيوب أو الفيسبوك أنه هو عنده إجازة ويعرف يقرأ انتبهوا الله تعالى يرضى عنكم لما ستسمعونه وتشاهدونه أحاول أقرب الصورة حتى تشوفوها وهذا الموديل الجديد بأنه عم بيطلع بس فقط امرأة بتقرأ وتعلم وطالع فقط هذا الجزء يعني طالع فقط الفم ما بتطلع يعني نصر الراس الأسفل طالع وياريت أنه بس فقط أنه هذه المشكلة يعني المشكلة وين المشكلة بأنه في عدها أمور أريد أنتو شخصوها لما الآن تسمعوا القراءة حتى أحنا أنا ليش أنا عم بتكلم هذا الكلام مو كل واحد طلع عندنا على اليوتيوب وعلى الفيس وخلص والله تعالوا أنا عندي تعلم قراءة القرآن حرف حرف وكذا وسلمنا وخطيئة ناس مساكين ما بتعرف الأحكام ما بتعرف المخارج فبتدخل بتسمع غلط وتعال هذا الغلط اللي احنا الآن صارنا الآن سنة سنة ونصف من الموسم الأول إلى يومنا هذا عم بن حاول انصح الألفات الممالة فشوفوا معي الآن التشكيل الجديد أو الموديل الجديد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ممين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الكتاب يكفي هذا حتى أنه أنا ما أريد أقضي وقت في هذا الموضوع لكنه هذا موديل جديد أنه والله على سان أنه ما يظهر ما يظهر هذا الجزء العلوي يظهر الجزء السفي يا أختي الله تعالي يرضى عني الله يبارك فيك هناك رجال موجودين على قناة قلوات اليوتيوب ولا الفيسبوك وعم بيشرحوا وعم بيوضحوا هذه المخارج والصفات وعم بيقرؤوا ومليان يعني امسكوهم من الحصري وأنتم نازلين يعني وأنتم جايين إلى يومنا هذا فأنت ظهورك بهذه الطريقة الأفضل لك يا أختي أولا أنه أن تتقني التلاوة أن تتقني التلاوة يعني هذه النقطة أنتم الآن حكيتم أنا ما حكيت الآن اللي حكوا قالوا الآن بالتعليقات إمالة واضحة تكوير براء يعني هذه الأمور رح يأخذها المبتدأ يأخذها الجديد فرح يطبق عليها ورح يأخذ هذه وهي سيئات جارية وليست حسنات جارية أنه لما تقول لي أنت ليش يا عمنا الشيخ متشد تخلد ناس تقرأ قرآن وكذا خلي الناس تقرأ قرآن كما ورد وكما جاءنا بالتواتر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ما تخلي الناس تقرأ قرآن بكيفها ما كل من هب ودب أنه يدخل ليش أنتو يعني أنا أستغرب ليش لما واحد لما نكون جالسين في المجلس اسمعوني بس الله يرضى عنكم يا با ما هو جالسين في المجلس مجموعة من الناس قد يكون فيه الطبيب والمهندس والمدرس والمعلم وقارئ للقرآن والحافظ وبدأ واحد يسأل يقول والله أنا عندي ألم بالبطن وهذا ألم صار لي يومين ثلاثة عم يوجعني في هذه المنطقة اليمنى اليسرى العليا السفلة يعني بالله عليكم من سيتحدث أرجوكم افهموني واسمعوني أرجوكم أنا ما عندي مشكلة شخصة أنا هذه لا أعرفها ولا أعرف من هي لكنه الأولى بها أن تعلم النساء فيما بينه وبين النساء لا أن تخرج وتقرأها بهذه الطريقة وطريقة أيضا فيها أخطاء من سيتكلم لما يكون الجالسين في المجلس هل سيتكلم صاحب القرآن نعم أنت يمكن عندك الكبت مشحم لا المرارة لا ما رح يتكلم حافظ القرآن ولا يتكلم المهندس رح يتكلم الطبيب الموجود في المجلس سيقول له أين المكان أين كذا سيشخص له العلة لما يقول واحد الجالس أنا عندي قطعة أرض 250 متر أريد أعمل بها غرف ثلاثة وصالون استقبال ومطبخ كيف أرتبها سيتكلم الطبيب سيتكلم حافظ القرآن سيتكلم المهندس الموجود أنا لما أتكلم معكم اسمعوني بس الله تعالى يرضى عنكم لماذا كل من هب ودب شوفوا لما قل وعدنا الآن وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء شوف الكل صارت علامة بدأ الكل يتكلم هنا دخل اختصاص اللي هو أهل القرآن اللي هو المتقن الحافظ الذي معروف بين الناس أنه يتكلم تكلم المهندس في بناء البيت وتكلم الطبيب في مرض البطن كل واحد خليه يتكلم فما واحد كل واحد يجيب يقول لك يا عم الشيخ أنت بتشدد علينا وكذا يا جماعة هذا كلام الله عز وجل ما أي واحد ليش أنتو ما تقبل واحد يتكلم بالطب إلا أن يكون طبيبا وما تقبل واحد يتكلم بالبناء والهندس إلا أن يكون مهندسا لكنه بالقرآن وبالدين الكل صاروا مفتين صارت على وزنه قافية بالقرآن والدين الكل صاروا مفتين خلونا نرجع الآن عرفتم ما كل من هب ودب سوالوا قناته سوالوا شغلة على الفيسبوك وتعالوا خلي أدرسكم آني وشوفوا القراءة أنتم حكمتم أنتم شفتم القراءة بس ترجمة نانسي قنقر